قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم منتخب النيجري يقدم هدية للمنتخب المغربي الفيفا يشيد بالحارس طه بنغوزيل بعد تألقه ضد إيران نجم المنتخب المغربي حكيم زياش يرد بقوة بعد هدف العالم في مرمى الطنزانيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زيال الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار منتخب النيجري يقدم هدية للمنتخب المغربي قدم منتخب النيجر هدية للمنتخب المغربي بعدما حقق فوزا تمينا على نظره الزمبيا بهدفين مقابل هدفين وحيد في المباراة التي جمعتما مساء أمس على أرضية ملعب مراكوش الكبير برسم الجولة الثانية من التصفيات الأفراقي المؤهلة لكأس العالم وبهذه النتيجة رفع منتخب النيجر رصده إلى ثلاث نقاطين محتلن المركز الثالث في المجموعة الخامسة في المقابل تجمد رصد المنتخب الزمبي عند النقطة الثالثة متواجدا في الصافي الثاني وبهذه النتيجة احتل المنتخب المغربي الصدارة في هذه المجموعة رغم لعبه مباراة واحدة فقط مقارنة بباقي المنتخبات التي خاضت مبارتين الفيفا يشيد بالحارس بنغوزيل بعد تألقه ضد إيران أشهد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بطه بنغوزيل حارس مرمى المنتخب الوطني للفتيان عقب قيادته للأخير إلى التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة المقام بدولة أندونيسيا ونشر الفيفا صورة للحارس طه بنغوزيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيكس وعلق عليها طه السبع وقاد الحارس بنغوزيل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنتين إلى التأهل ربع نهائي منافسة كأس العالم بعد فوزه في دور ثمن نهائي أمام المنتخب الإيراني واحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح التي عرفت فوز الأشبال بأربع مقابل هدف وسيدرب موعدا مع المنتخب المالي في ربع نهائي المنافسة نجم المنتخب المغربي حكيم زياش يرد على منتقديه بعد هدفه العالمي في مباراة طنزانيا بدد النجم المغربي حكيم زياش الشكوك التي راجلت سابقا حول إمكانية عدم مشاركته في النسخة المقبلة من كأس أمام إفريقيا المرتقب في الساحل العاج مطلع السنة القادمة بسبب اختيارته الفنية وأظهر زياش في المباراة الأخيرة للمنتخب المغربي أمام طنزانيا قيمته وأفضليته المتمثل في إيجاد الحلول أمام الخصوم الملتزمين دفاعيا مبرزا الإضافة سواء في تسجيله للهدف الأول من تسديدة بعيدة أو الثاني بعدما كان منبشر المحاولة التي أتت بالهدف وبدد تألق زياش وتصريح الناخب الوطني وليد رجراكي بشأنها الشكوك التي برزت حول مدى إمكانية مشاركة اللاعب في كأس أمام إفريقيا بعد انتقاله إلى قلط السريط تركي ومعانته من توالي الإصابات ما ترتب عنها الغياب لفترات عن الميادين وتغنى رجراكي بزياش في الندوة الصعفية التي تلت المباراة مؤكدا أن المنتخب المغربي محدود بامتلاكه لاعبا مثل زياش وذلك التمييز هو قدرتي على خلق الفرص وإيجاد الحلول في أصعب المباراة اجتماع بين وليد رجراكي وفوز القجع لاتخاذ قررا يخص المنتخب المغربي كشفت جريدة الأحداث المغربية أنها علمت من مصدر مسؤول أن وليد رجراكي الناخب الوطني سيجتمع مع فوز القجع رئيس الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبة الوطنية في بداية شهر دجمبر المقبل من أجل الحزم في إمكانية نقل المعسكر الإعدادي الأخير للمنتخب الوطني قبل المشاركة في نهائية كأس أفريقيا المبرمجة في شهر يناير وفبراير الفين واربع وعشرين من مركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة إلى أحد البلدان المجاورة للكدفور التي تصدف النهائية القارية وذلك حتى يتمكن اللاعبون من الاستئناس بالأجواء الأفريقية خصوصا أن الناخب الوطني اعتد في الشهور الأخيرة على المنادة على عدد من اللاعبين الجدد على غير رئيس أمين عدلي والسوفيان ديوب وإسماعيل السباري وأميريت شارتسون وبين يامين بوشواري وأسام العزوزي والذين لم يسبق لهم خوض مبارية في الدول الأفريقية جنوب الصحراء وحجزت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فاندقا كاملا من أجل إقامة المنتخب الوطني الأول في مدينة سان بيدرو خلال فترة مشاركة في نهاية كأس الأمم الإفريقية الكدفور 2024 المبرمجة في الفترة ما بين 13 يناير وال11 فبراير 2024 بعدما أبدى الناخب الوطني وليد رقرق السياءه من حالة المقر الذي وضعت اللجنة المنظمة للكان رهن إشارة النخبة المغربية بونو ينافس نجوم العالم على جائزة مرموقة أعلن مجلس دبي الرياضية عن قوائم المرشحين لجوائز غلوب ساكر 2023 في كرة القدم والتي سيتم الكشف عن الفائزين بها في حفل يوم التاسع عشر من يناير 2024 وتمنح جوائز غلوب ساكر في 15 فئة مختلفة أبرزها أفضل لاعب ولاعبة ومدرب وحارس مرموه نادي ويقام حفل الجائزة التي انطلقت منذ عام 2010 بصورة سنوية في دبي بالإمارات العربية المتحدة وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم والتي تضم أسماء 30 لاعب شهدت تواجد الحارس الدولي المغربي ياسيان بونو كما تواجد البرتغال كاريسيان أرناندو بعد غيابه عن الترشيحات للكرة الدهبية والجوائز الفيفا 2023 إضافة إلى الفرنسي كاريب بنزيما والذي يعتبر آخر من فاز بالجائزة وتضمنت قوائم جوائز غلوب سوكر أيضا العديد من النجوم العالميين أبرزهم الأرجنتيني ليوني الميسي والفرنسي كريام بابي والمصري محمد صلاح والنرويجي إيرلينغ هلند والإنجليزي هاريكين ويتنافس النجم المغربي ياسيان بونو أيضا على جائزة أفضل حارس مرموه مع الألماني تيرشيغن حارس برشلون والبلجي كتيبو كورتو حارس ريال مدريد والكاميروني أوندري أونانا حارس مونشستار يونايتد والإيطالي دوناروم حارس بريسان جرمان والإنجليزي أرون رامس ديل حارس أرسونال وكان الفرنسي كريام بنزيم أخر من حقق الجائزة في فئة أفضل لاعبين عام 2022 فيما يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي حاليا الأكثر تتويجا بهذه الجائزة في خمس مناسبات آخرها عام 2019 ويلعب التصويت جزءا رئيسيا في اختيار الفائزين بجوائز غلاب سوكر حتى أن بعض الفئات تعتمد بنسبة 100% على التصويت إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم منتخب النيجر يقدم هدية للمنتخب المغربي الفيفا يشيد بالحارس طه بنغوزيل بعد تألقه ضد إيران نجم المنتخب المغربي حكيم زياش يرد بقوة بعد هدف العالم في مرموط تنزانيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار